الحجة الوجودية لنفي وجود الله الصورة الأخيرة اللي حقدمها لك من الحجة الوجودية طورها الفيلسوف الأسترالي دوغلس جاسكينغ لإثبات عدم وجود الله هدف جاسكينغ من الحجة ما كانش إنها تؤخذ بجدية لكن لإظهار الإشكاليات اللي شافها في الصور المتعددة للحجة الوجودية الحجة من الممكن صياغتها كالآتي 1- قلق الكون أكبر عمل معجز من الممكن تصوره 2- إعجاز الفعل نابع من جودته الجوهرية وقدرة الخالق 3- كلما زادت إعاقة الخالق كلما أصبح الفعل أكثر إعجازا 4- أكثر صور الإعاقة لخالق هو عدم الوجود 5- إذن لو تصورنا إن الكون ناتج عملية خلق كائن له وجود من الممكن إننا نتصور وجود عملية خلق أعظم تمت عن طريق كائن ملوش وجود 6- إذن إله موجود ليس أعظم خالق من الممكن تصوره 6- لأن خالق غير موقود أكثر إعجازا من خالق موجود 7- جاسكينج بيجادل بشكل فيه نوع من السخرية 7- إن عملية خلق الكون عملية معجزة 8- وإعجازها نابع من قدرة الخالق وجودة الخالق نفسه 8- كلما زادت الجودة وقلت قدرة الخالق 9- كلما أصبح الأمر أكثر إعجازا 9- يعني مثلا لو عرفت إن في سباح ماهر قطع مسافة ألف كيلو متر سباحة 9- أكيد حتكون مبهور من إعجاز العمل 10- أطول مسافة سباحة مسجلة عند لحظة كتابة الكلمات دي 10- مسجلة بإسم السباح الكرواتي 10- فالكو راجيشيك 11- اللي كانت في بحر البناطقة 11- أحد فروع البحر المتوسط 11- بشبه الجزيرة الإطارية 11- المسافة كانت 225 كيلو متر 11- تخيل إني بقولك دلوقتي إن السباح اللي عبر ألف كيلو متر ده 11- كان معاق بدون رجلين أو إيدين 11- أكيد حنتتفق إن إعجاز العمل أصبح أكبر 11- ومن هنا جازكينج استخدم المنطق ده 11- للجدال إن أكبر صورة من الإعاقة هي عدم الوجود بالمرة 12- بالتحديد طرح الفكرة دي كرد ساخر على فرضية أنسلم 12- بإن الوجود إسناد لجوهر الله 12- وأحد صور الكمال 12- الفيلسوف الأسترالي المعاصر جرهم أوبي نقض الحجة 13- وشاف إن في حين من الممكن قبول فكرة عظمة الفعل 14- بتتزايد مع تزايد حجم الفعل وتناقص قدرة الفعل 14- لكن لا يوجد سبب لفتراض إن خالق بدون وجود هيكون أعظم 15- وحيستطرد لأن مفيش داعي أصلا لفتراض إن خلق الكون أعظم عمل ممكن تخيله 15- لكن بكل تأكيد وصلك المغزى الباطني وراء حجة جازكينج الوجودية 15- ترجمة نانسي قنقر